اشتركوا في القناة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على النبي محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريتي ولبيته انك حميد مجيد اما بعد اخواني واحبابي في الله اخواني الكرام في الله اخواني واحبابي في الله لو يعني واحد من الناس من عظماء الناس وزير ولا ملياردير ولا فواحد من بسطاء الناس بيكلموا فتجرق عليه في الكلام فاعتد عليه في الكلام فبدأ يتعامل معه بطريقة دنيويا غير لائقة يقوم التاني يفكر انه يكسر هذا الضعيف اللي بيتجرق عليه يقول ايه يقول له انت نسيت نفسك انت مش عارف انت بتكلم مين في الدنيا بنسمي هذا الرجل اللي قال الكلام ده متكبر والتكبر من اسوأ الصفات في حق البشر لايه نسيت نفسك مع مين مش عارف وبيكلم مين يعني ايه انت عبد وهو عبد ما انفعش مخلوق يقول لي مخلوق انت نسيت نفسك انت عارف انت بتتكلم مع مين انت كنت نطفة وهو كان نطفة انت هتبقى تراب وهو هيبقى تراب انت هتقف من ادن ربنا حفي عاري وهو يقف من ادن ربنا حفي عاري ففي الدنيا سمم المخلوق اللي يقول للمخلوق الكلمة دي متكبر واعتبروا انها من اسوأ الصفات بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ظرة من كبر مثقال ظرة من كبر تمنع العبد من دخول الجنة ولكن الله سمى نفسه المتكبر هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فعينما يسمي الله سبحانه وتعالى نفسه المتكبر ما معنى اسم الله المتكبر يا عباد الله عايزين نعيش في خطبة اليوم مع اسم الله المتكبر اسم من اسماء الله الجميلة اسم من اسماء الله اللي كلها رحمة وكلها عزة وكلها عظمة اسم من اسماء الله اللي هيفهمك حاجات كتير جدا بتحصل في مصر وبر مصر وفي العالم حاجات كتير جدا بتحصل في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا منها اسمه هيفصر لك حاجات كتير ممكن تكون بتحصل حواليك وبعضنا ما هوشواخد باله منها اسم الله المتكبر في الدنيا يقول لك معرفة الناس كنوز طب معرفة الله معرفة الله تسوي ايه ان احنا نتعرف الى الله باسمائه وصفاته في يوم من الايام صنع في امريكا سفينة اسمها تايتونيك سفينة ضخمة كانت اعظم سفينة على وجه الارض هذه السفينة كان يعني سفينة يعني الناس في العالم كلهم بهروا بيها وعملوا اول رحلة بهذه السفينة صاحب السفينة هما بيكلموه قال لهم الله لا يستطيع ان يغرقها من كتر التكبر اللي في صدره لما حاز هذه السفينة وهم في الطريق اصطدموا بجبل جليدي اتشقت السفينة ستة وتسعين متر في خلال ساعتين كانت السفينة واللي فيها كلهم تحت الماء كانت السفينة واللي فيها غرقها سبحان الله اخواني هنتكلم النهاردة عن اربع عناصر في اسم الله المتكبر العنصر الاول فانساهم انفسهم فانساهم انفسهم العنصر الثاني وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره العنصر الثالث وربك فكبر وربك فكبر العنصر الرابع الجبار المتكبر فانساهم انفسهم ربنا بيكلمنا عن ناس ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا من هو ربنا نسوا ايه صفات ربنا نسوا غنى ربنا نسوا جلال ربنا نسوا عظمة ربنا فربنا عقبهم باخطر عقوبة ممكن انسان يتعقبها في الحياة فانساهم انفسهم نساهم فقرهم وعجزهم فاتهيقلهم انهم قدرين اتيقلهم انهم عارفين يعملوا حاجة لحد ما اصطدموا بعجزهم وفقرهم في الدنيا فانساهم انفسهم اكبر مصيبة ان الانسان ينسى من الغني ومن الفقير من القوي ومن الضعيف من القدير ومن العاجز من العليم ومن الجاهل المصيبة التي قالها والتي تحدثت عنها الاية قبل ان يذكر الله المرة الوحيدة التي ورد فيها اسم المتكبر في القرآن ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا مين هو ربنا فانساهم انفسهم فانسوا مين هم عشان كده اسم المتكبر لما ربنا يقول للعبد انت نسيت نفسك انت نسيت انت مين وانا مين انت نسيت مين المخلوق ومن الخالق اسم المتكبر يظهر حينما يتكبر العبد فيحتاج الى معاملة من الله يذكره المتكبر بها من هو المخلوق ومن هو الخالق واعتعرض نفسك لعقوبة فانساهم انفسهم يعني يا جماعة فانساهم انفسهم البني ادم ضعيف جدا مئما كان ميكروب محتاج يتكبر عشرات الالاف تحت الميكروسكوب يدخل جسمه مصر كلها كانت مرعوبة من تلات فيروسات الفترة اللي فاتت الفيروس منهم بحتاج يتكبر خمسين وستين الف مرة تحت الميكروسكوب الالكتروني عشان يتشاف ولكن يدخل جسم البني ادم يتشل التنفس ويموت البني ادم هو مش قادر يعمل حاجة نقطة دم واحدة تتجلط في جسم اعظم عظماء الدنيا واغنى اغنياء الدنيا واجمل جميلات الدنيا نقطة دم واحدة تتجلط بشلل نصفي الانسان اتعمه الانسان اتخرس نقطة دم واحدة تتجلط يدخل عليه ابنه ما يعرفش ده مين يتوفي الشارع ما هوش عارف بيته فين مرض واحد لاغنى اغنياء العالم يخليه يبيع من اللي وراه واللي قدامه يبيع ما يملك حتى ملابسه التي عليه اعظم ملوك الدنيا في لحظة يحصل عليه انقلاب يتشال وتراه وهو في مشهد لا يمكن تتخالي ان الملك فلان الفلاني بقى لا الوضع بتاعه الانسان بيتقلب كل يوم وهو نايم على السرير تمانية وتلاتين مرة في النوم الوحدة تمانية وتلاتين مرة لو ربنا سبك في مرة واحدة منهم هتصحى هتلاقي حالتك شكلها ايه يا اخوانا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اوعى تنسى انت ايه اوعى تنسى فقرك اوعى تنسى عجزك اوعى تنسى ضعفك شاب خد الدكتوراه من فرنسا وراجع الى بلده واصاب من الاموال وتزوج من من شاء من امرأة جميلة و ورزق السيارات وصاحب مركز وصاحب وصاحب وشاب جميل ووسيم وانيق وهو في عز شبابه يبتليه الله بالعمة يروح بصره الشغل يفضل يبعث له الجوابات ويرد على الجوابات بتاعة الشغل ولكن الشغل مش هيفضل يعني صبر معه بالمنظر ده بعد شهر يرفض بعد شهر يخسر ما كان فيه ويقول اتمنى لو اني اجلس على رصيف ولكن ارى ولكن يرد الي بصري الانسان غلبان الانسان لو راحت عينيها هيعمل ايه الانسان لو بلا سمع هيعمل ايه الانسان فقير لكل حاجة فقير في كل حاجة الانسان عندك غدة في مخك اسمها الغدة النخمية نص جرام نص جرام بتفرز ستاشر هرمون بيتحكمه في جسمك كله الغدة النخمية دي لو حصل فيها خلل انت الوقت بتشرب في اليوم اربع كبات مية هتشرب اربع برميل مية كل يوم واتفضل عطشان لو الغدة دي حصل شيء من الخلل في الوظائف بتاعتها ده غير الانسان ضعيفة كما فانساهم انفسهم اللي بيتمرضوا على شرع الله اللي ماشيين بيعصوا ربنا في الشوارع اللي بيحاربوا دين الله اللي بيحاربوا اولياء الله اللي بيستهزئوا بسنة رسول الله اللي بيبرزوا ربنا بالمعاصل النهار فانساهم انفسهم بنقدم ضعيف لو فيتامين ايه قلف جسمه قل ايه قل يعني يعني حاجة لا توصف من القدر قلف جسمه يجيله عشا ليلي يفضل بالليل كده لو فيتامين دي قلف جسمه يجيله كساح لو فيتامين كيه قلف جسمه جسمه ينزف من كل حتة لو فيتامين بيه قلف جسمه يجيله جنون يا اما يخرف يا اما يتشل يا اما يجيله سرع لو فيتامين ايه يقلف جسمه يجيله دمور في عضلة القلب لو فيتامين ده ده البناء دم اضعف من الضعف لو شوية كوليستيرول زادوا في دمه شرايين قلبه طبوس يبقى عايز عملية قلب مفتوح وقلا يموت لو حصوى نص سنطي نزلت في الحالب يصرخ اشد الرجال كأنهم رأى في ولادة متعسرة لو حمد اليوريك زاد في جسمه ما يقدرش يحط كعب رجله على الارض وإلا يصرخ من الالم الانسان ضعيف الانسان في لحظة بيفقد كل ما هو فيه زي كبس النور اللي تتكى عليه الطفا سكتة دماغية كل حاجة تروح وكل حاجة تنتهي فانساهم انفسهم مصيبة ان الانسان ينسى نفسه مصيبة ان الانسان ينسى هو مين ساعتها ربنا هيوريه مين هو المتكبر ساعتها سيعامل باسم الله المتكبر لما ينسى هو مين لما ينسى نفسه وفقره وعجزه الحديث اللي كان ابو مسلم الخرساني بيكثوا على رجبته اول ما يجي يرويه الحديث الذي قال عنه الامام احمد اعظم ما روى اهل الشام حديث يا عبادي كلكم ضال كلكم تيهين كلكم مش عارفين مصلحتكم فين كلكم مفيش مخلوق يروح ياخد شريعة من مخلوق مفيش مخلوق يروح يسترشد بمخلوق كلكم ضال الا من هدايته يا عبادي كلكم عارا الا من كسوته افقر واحد على وجه الارض ما هوش ماشي عاريش الانسان العاري ده يعني اللي معناها انه وصل من الفقر الدرجة لا يتخيلها احد كلكم عارا الا من كسوته في فقير يستنجد بفقير في ضعيف يقف على باب ضعيف في مسكين يتوسل عشان يتصدق عليه مسكين كلكم جائع كلكم جحان عاري تاهيه الا من هداه الله وكساه الله واطعمه الله يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم لو السبع مليار بن ادم لا ومن ايام ادم لحد يوم القيامة وكل الجن كمان معاهم كانوا على اتقى قلب رجل منكم كان كله على قلب محمد بن عبد الله لو الكرة الارضية عيش عليها سبع مليار محمد بن عبد الله ما زاد ذلك في ملك شيئة يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم لو مئة المليارات من البشر والجن عبر التاريخ كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم على قلب ابليس لو الكرة الارضية على سبع مليار ابليس ما ناقص ذلك من ملك شيئة يا عبادي انما هي اعمالكم القضية كلها عملك القضية كلها انك بتتعامل على حسب عملك هتنكسر لله ربنا هيرفعك هتجبر على ربنا شوف اسم الله المتكبر هيعمل في حياة المتكبرين على الله المتمردين على الله ايه اخوانا سبحان الله العظيم الانسان لما يتدبر لما يتدبر في نفسه ويتدبر الانسان مهما اختنى فقير اغنى اغنياء الدنيا الحاكم بتاع مصر لما كانت بنته قطر النادى اتجوزت الخليفة في العراق فبعتها الجزهة فقال ينفق من خزانة مصر الغنية جدا يبنلها اصرف كل محطة تنزل فيها دولة مصر كلها فلست بسبب الحركة دي مهما الانسان اختنى فهو فقير لما يجي يصرف يقول لك خدمة تل يختال انما ولله الخزائن السماوات والارض مهما الانسان عمل ضعيف اغنى اغنياء العالم بيل جيتس يقول لك يقول لك ليس هناك اتعس من اغنى رجل في العالم كريستينا اونسيس لما كانت اغنى مليار ديرة في العالم قالت واتعس امرأة في العالم الانسان مهما طلع هيطلع فين الانسان ضعيف الانسان فقير المصيبة فانساهم انفسهم انك انت تنسى انت ايه انك انت تنسى انت كنت ايه وانك انت تنسى انت هتبقى ايه ده تراب من المقابر تراب من التراب من العسوي بشر في يوم من الايام وبقى تراب وده تراب من الشارع تراب من الارض ده انت كنت في يوم من الايام. وده انت هتبقى في يوم الايام. دي بدايتك ودي نهايتك يا ابن هادم. بتتكبر على ايه? ولما يذكر اسم الله المتكبر تلاقي الناس يقولوا طب هو ربنا سمى نفسه المتكبر ليه? عشان ايه فوقك? عشان يعرفك انت مين وهو مين? دي بدايتك ودي نهايتك. ده التراب اللي انت بدأت منه. التراب شوف الفقر. في ايه? شايف في جمال. شايف في دهب? شايف في صروة? شايف في اي قيمة? فقر الفقر عشان تعرف ان احنا فقراء في كل شيء. وده نهايتك يا ابن هادم. ده كان ممكن شاب جميل جدا او فتاة جميلة جدا او ممكن جزء من اجساد شباب على الرجال على النساء كتير. يا طرى اللي ده الجسد بتاعه بقى تراب. يا طرى ده الوقت بيتناعم ولا بيتعذب? يا طرى ده كان عارف انه في يوم الايام هيبقى شوي التراب. كبش التراب. يرفعوا امام الناس ويتعذبهم الناس. انت كنت ده هتبقى ده. انت كنت ايه? فانساهم انفسهم ان الانسان ينسى نفسه. هي دي المصيبة. ربنا سمى نفس المتكبر عشان يفكرك في كل لحظة. انت ايه? وهو ايه? الانسان بدأ بدي في يوم من الايام. امتى? محدش يعرف? ربنا يأمر ملك من الملائكة ينزل لمكان في الكون اسمه الكرة الارضية. لما ما كانش عليها ولا بني ادم في اللحظة دي. يأمره انه يجيب كبش التراب من الغبات من الصحاري من كل ما كان فيها. ويصعد الملك بهزيه القبضة من التراب. محدش عارف القبضة دي هتبقى ايه? جبريل ما يعرفش. السرافيل ما يعرفش. ابليس اللي كان تواصل ملائكة في العبادة ما يعرفش. محدش عارف دي هتبقى ايه? دي هتبقى انت. دي ربنا هيخلوك منها. دي ربنا هيصنعك منها. بعد كده الانسان بقى طين. الانسان تحول الى طين. بعدها الانسان بقى عامل زي السلصال الطين اللازب. بعد كده الانسان بقى عامل زي الفخار. الطين اللي زي اللي زي الفخار. سلصال كالفخار. السلصال مش معناها السلصال بتاعنا. زي الفخار كده زي القلة كده لما تكسر حتة منها. بعدها الانسان بقى بني ادم. بعدها الانسان هيبقى ديه. هيبقى شوية تراب. هيتحلل وهيبقى شوية تراب الا ان مات شهيد وربنا قابل منه الشهادة. بتتكبر على ايه? الانسان بيتكبر على ايه? فانساهم انفسهم. انت نزيت انت كنت ايه? انت نزيت. وبعد كده لما الانسان بقى بني ادم بقى انت عارف انت جيت ازاي? ده في لقاء ما بين زوجة وزوج ما بين رجل وامرأة ونزل منية في حوالي نص مليار حيوان منوي نص مليار بني ادم كل واحد ركب ياخد وطلعهم من شاطئ افريقيا الغربي بينطلقوا في مسابقة لحد شاطئ امريكا الشرقي عبر المحيط الاطلنطي وياخد واحد اللي هيكسب انت اللي ربنا اختارك من وسط نص مليار حيوان منوي اسمه حيوان منوي ويفضل يقطع المسافة حيوان منوي وزنه واحد على المليار من الجرام ده انت كنت ده في يوم من الايام لحد ما يوصل البوايضة يبدأوا يكونوا مع بعض النطفة وتبقى علقة حت الدم متعلقة بشعراية في جدار الرحم لو اقل حاجة ممكن توقعها وبعد كده يتحول لمضغة بعد كده يبقى حجمه واحد سنطي كل اجزاء جسم الانسان موجودة فيه وهو حجمه لما يتحط منه عقلتان الصابع يبقى عقلتان الصابع اكبر منه تبقى عقلة الصابع ضعف الحجم بتاعه ده انت كنت ده في يوم من الايام وبعد كده وهديناه النجدين يخرج من رحم الام يعني ايه النجدين احد المفسرين قالك ايه الثاديين يعني ايه عارفين بوليس النجدة لما واحد بيقتل فيقول يا بلس النجدة النجدة يا خلق الله النجدة يا عبادة الله النجدين تخرج من رحم الامة هتموت من الجوع مفزوع مرعوب لو اي صوت جنبك المولود يتنفض كل حتة في جسمه وما انتش عارف اي حاجة الا حاجة واحدة بس الانسان بيتولد ما هوش عارف ولا معلومة الا معلومة واحدة بس ان في حاجة اسمها سدي وان السدي ده في لبن وانه هو عشان ياخد اللبن يحط بقه على حلمة هذا السادي ويفضل يحرك بقه بطريقة معينة يقوم اللبن ينزل بقه الانسان اللي جاهل بكل حاجة مين اللي علمه المعلومة دي وهديناه النجدين لو لا ان الله هانجدك بان علمك هذا دي معجزة طبية يا جماعة طبية ان يقولك المولود ما هوش عارف اي حاجة الا الموضوع ده طب عارفه منين ومين اللي علمه هذا النجدة ومين اللي انجده باللبن اللي نزل من الثدي ليه ويه بعد كده يكبر المخلوق وينسى نفسه ويقول لك يقول لي واحد انت مش عارف انت بتكلم مين بتكلم مين يعني واحد صاحبنا بيكلم شاب على معصية فالشاب قال له انت مش عارف انت بتكلم مين قال له يعني انا عبد وانت عبد يعني بتكلم مين يعني مش عارف الله الله اعلم بس انا وانت مخلوقين وربنا هو الخالق. سبحانه وتعالى انت عارف انت ايه? انت عارف انت ايه الوقت ايه? ربنا يا جماعة خلق سبع سموات. انت عايش في سمى واحدة من هم بس. السمى دي العلماء رصدوا فيها السماء الدنيا ربعمية مليار مجرة. انت في مجرة واحدة بس. المجرة دي العلماء رصدوا فيها ميت مليار نجم. انت في نجم واحد بس. النجم ده حواليه تسع كواكب في العد القديم. انت على كوكب واحد بس. اللي هو الارض. الكوكب ده عليه ست قرات. انت في قرة واحدة بس. الكوكب ده في حوالي مية وستين دولة. انت في دولة واحدة من قرة واحدة بس. الدولة دي فيها هيجي محافظة. انت في محافظة واحدة بس. المحافظة دي فيها مئات القرى والمدن والمراكز. انت في مدينة واحدة بس. المدينة دي فيها الاف الشوارع. انت في شارع واحد بس. الشارع ده اللي انت فيه الوقتي فيه مئات العمرات والحودات. انت قاعد في مكان واحد بس اللي هو في المسجد ده اهو المسجد ده انت مجيش واحد في المية الف من حجم المسجد انت ايه بتتكبر على ايه وانت عارف انت هتبقى ايه زي الحسن البصري لما قال كيف يتكبروا عليها واوله واوله نطفة ماذرة اللي بيتكبروا على ربنا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة ربنا ولما تنزل عقوبات المتكبر يقولوا يا ربنا بيعقبنا ليه هو الهم اللي الناس عايش فيه ده ليه عشان ربنا يذكر الناس وبعد كده اوله نطفة ماذرة واخره جيفة قذرة واخره جيفة قذرة وهو بين هذا وذاكى يحمل البولة والعذرة حسن البصري بيقول انت مش عارف هتبقى يا ابن ادم ده انت لما تنزل في القبر هتبقى عامل زي حتة اللحمة المعفنة كأنك جبت حتة اللحمة وحطيتها في طبق وسبتها شهر في بيتك لما تدخل عليها مش هتطيق ريحت القضا منها ما انت تبقى زي ده ايه واوخره جيفة قذرة الانسان بيتكبر عليها جماعة اسم الله المتكبر فانساهم انفسهم ثانيا وما قدر الله حق قدره وما قدر الله انت عارف انت مين ده دا كان في الاول انت عارف هو مين انت عارف مين هو ربنا انت عارف من هو مالك الملك انت عارف من هو المتكبر سبحانه وتعالى يا جماعة انت عشان توصل لطرف الكون علماء رصدوا مية وستين مليار سنة ضوئية نجوم ومجرات بالتلسكوبات واما مش عارفين ورا كده ايه اصلا ده دا جزء من السماء الدنيا يعني انت عشان توصل لطرف الكون محتاج تركب ساروخ بيجري بسرعة الضوء وبعد مية وستين مليار سنة ضوئية مش هتوصل للطرف برضو ليه لان الكون بيتمدد كل دقيقة مليون تريليون سنة ضوئية وكل السماء دي السماء الدنيا وكل السماوات السبعة دي مخلوق اذا كان هذا عظمة مخلوق فما عظمة الغالق فما عظمة الله اذا كان ملك واحد حجمه قد السماوات السبعة رأسه عند العرش ورجله قد مرقت في العرض دا حجم ملك اذا كان دا عظمة مخلوق او ما العظمة اللي خلقوا ايه وكل دا السماوات السبعة دي السماوات السبعة دا عالم ما تحت سدرة المنتهى سدرة المنتهى ديت ها اللي اللي في صورة الناج بتفصل ما بين عالمين عالم ما فوق صدرة المنتهى اللي النبي طلع فيه في رحلة المعراج وعالم ما تحت صدرة المنتهى اللي هو السماوات السبعة والارضين السبعة ممنوع ان مخلوق من عالم ما تحت صدرة المنتهى يطلع فوق ولا مخلوق من فوق ينزل تحت جبريل من عالم ما تحت صدرة المنتهى جبريل من عالم ما تحت صدرة المنتهى وعالم ما فوق صدرة المنتهى اعظم دا اللي في العرش. وده اللي فيه حجاب النور. وده اللي فيه حملة العرش. وده اللي فيه الملائكة الذين حول العرش. وده اللي فيه الملاء الاعلى. فتخيل يعني السماوات السبعة اللي احنا عادي نتكلم عنها ديت. ده دي عالم ما تحت صدرة المنتهى. ملائكة السماء السبعة بس. كل يوم بيدخل سبعين الف ملك يطوفوا حوالان البيت المعمور. ثم يخرجوا منه فلا يعودوا اليه. ليه? لان عدد ملائكة السماء السبعة من يوم ما ربنا خلق البيت المعمور لو اسمتهم على سبعين الف اكبر من عدد كل الايام اللي فاتت. يعني عدد ملائكة السماء السبعة دي الواحدة ايه? وكل ده عظمة مخلوق. امال عظمة الخالق. الشمس بتلف حوالين مرجس مجرة التبانة. مرة كل امتين وخمسين مليون سنة. يا اخوان احنا مش عارفين مين هو ربنا. وكل ده ايه? ده كل ده حلقة في فلاة. بالنسبة العرش الله. كل ده ايه? وما قدر الله حق قدره. والارض جميعا قبضته يوم القيامة. لحظة نهاية الارض. لحظة القبض على مجرم الارض. لحظة قبض الارض ونهايتها. والسماوات مطويات بيمينة. كلمة زلزل القلب الحي. لحظة نهاية السماوات. اخر لحظة في عمر هذه السماوات السابع. والسماوات مطويات بيمينة. سبحانه وتعالى عما يشركون. انتم عارفين من ربنا? انتم عارفين من هو الله? وما قدر الله حق قدره. هو الذي يريكم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وينشئ السحابة الثقال. سحابة واحدة بس منها تنزل على المنصورة تغرقها. ويسبح ده شوية سيول من سحابة في اسيوت. اربع عشرين واحد ماتوا. سحابة نزلت جزء مما فيها. سحابة من السحابة الثقال. وينشئ السحابة الثقال. ويسبح الرعد بحمده. صوت الرعد ده صوت تسبح مخلوق. ام الله وربنا سمعنا صوت تسبح الجبال. وصوت تسبح الاسود. وصوت تسبح المحار. وصوت تسبح المجرات. ربنا سمعنا صوت تسبح مخلوق واحد. ويسبح الرعد بحمده. والملائكة من خيفته. الملائكة اللي ملها الصحيفة. الملائكة اللي ما تخلق لهاش جنة ونار. بتسبح من خيفة الله. امهال البني ادم اللي مستنيه اول ليلة في القبر وصرات وميزان وعرض على الله. وارض محشر يعمل ايه? ويسبح الرعد بحمده. والملائكة من خيفته. ويرسلوا الصواعق فيصيبوا بها من يشاء. وهم ويرسلوا الصواعق يعني الصواعق دي جنود. ربنا بيبعادها. ربنا بيرسالها. وهم يجادلون في الله يا ربيض. بعد كل العظمة دي. تلاقي الملحدين عاملين مواقع على النت يجادلوا في الله. يا ربي. هو في ناس جاهلة للدرجة دي. وهم يجادلون في الله. بس هيعملوا ايه مع مين? وهو شديد المحال. لما الانتحاد السوفيتي تجبر بالالحد قبلهم ربنا عطم وسطه. وكانوا في الزبالة قدام شاشات العالم. بوش لما حضر جنازة برجنيف رئيس الاتحاد السوفيتي زوجته بتحكي في مذكراتها. بتقول بيقول كان الجنازة كئيبة. بلا روح. ما هم خلاص حتة لحمة معفنة وترمت تحت الارض وخلاص. ربنا سبحانه تعالى ماذا يفعل بهم? فهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. تلاقي ليلة السماء ما بطلتش فيها شتا. ما بطلتش السحاب الثقال تنزل ما شاء الله لا ان تنزل. والرعد والبر قعدين يسبحوا طول الليل بجلال الله. وملائكة السماوات السبعة بتسبح بجلال الله. وملحد جاهل قاعد في قوضة. يكتب مقال ينفي فيه وجود الله سبحانه وتعالى. وهم يجادلون في الله. وربنا قادر انه يفعل فيما يشاء. ولكن ربنا له حكمة في الانتقام من اعدائه سبحانه وتعالى. سبحان الله. ويقول لك يا ربنا ربنا يا جماعة وانتو فيه ناس طالعة بتقول لك احنا والعزو بلا ملحدين. وما فيش ربنا امال في ايه? انت اللي موجود. سبحان الله العظيم. يعني لو جبنا ارد وجبنا قدامه الا كاتبة. وقعد يضرب عليها كده. ممكن يطلع علينا نظرية النسبية الاينشتاين صدفة مثلا اه? او هو بيضرب كده يطلع علينا معادلة القنبلة الزرية كده صدفة. طب ما حلوة والله ونعرف معادلة القنبلة الزرية اه? بالصدفة كده ونبقى دولة نووية يا جماعة. بدل ما الدنيا كلها واخدنا استضعاف كده رايح جاي. ولا ارد نجيب له الا كاتبة ويفضل يضرب. يوم طلع علينا معلقة من المعلقات السبعة بتاعة الشعر الجاهري الجاهل اللي علقت على الكعبة او يطلع لنا مسلا اه قصة لشيكسبير مسلا او يطلع لنا مين اللي ما هذا الجنون الجن ده ادخل ازاي? الاعجاز ده ادخل ازاي? قال لك العلماء لو جبت عشر ورقات كتبت على اول ورقة واحد وتاني ورقة اتنين وتالت ورقة تلاتة كل ورقة كتبت عليها رقم من واحد لعشرة. وقمت حطتهم في جيبك وملخبطهم. قال لك احتمالية انك تمدي ايدك تقوم اطلع الورقة رقم واحد. قال لك ده احتمال كام في كام? فقال لك واحد في العشرة. ده احتمال عشر. يعني عشر يعني كل عشر محاولة احتمال ان يطلع الورقة رقم واحد. في اول مرة. في اول مرة. احتمال ان اول مرة تمدي ايدك تطلع واحد احتمال واحد في العشرة. قال لك طب احتمال انك تحط ايدك تقوم اطلع على الورقة رقم واحد وتقوم حطت ايدك تاني مرة صدفة تقوم طلع على الورقة رقم اتنين. قال لك بقانون الرياضة اللي هم اطلعوا منه صدفة اصلا واحد في المية. قال لك طب احتمال انك تحط ايدك تقوم اطلع الورقة الرقم واحد. وبعد كده صدفة. حطيت ايدك تاني قم تمطلع الورقة الرقم اتنين. وبعد كده صدفة. حطيت ايدك تالت قم تمطلع بالترتيب الورقة الرقم تلاتة. قال لك واحد في الالف. قال لك طب صدفة بصدفة بقى قم تمطلع في المحاولة الرابعة الورقة الرقم اربعة. قال لك واحد في العشر الاف. قال لك طب لو قمت مطلع بقى اول خمس ورقات بالترتيب صدفة كده. قال لك واحد في المية الف. قال لك طب لو ست مرات قال لك واحد في المليون. قال لك طب الورقة رقم سبعة جات صدفة في المرة السابعة. قال لك واحد في العشرة مليون. طب الورقة رقم تمانية واحد في المية مليون. طب الورقة رقم تسعة واحد في المليار. قال لك طب صدفة حطيت ايدك امت طلعة سبحان الله الورقة رقم واحد. امتحطت ايدك تاني صدفة طلعت رقم اتنين. ايدك تلت صدفة رقم تلاتة. ايدك ربع صدفة رقم اربعة. ايدك تسع صدفة رقم تسعة. ايدك عشر صدفة رقم عشرة قال لك واحد في العشرة مليار. عشان عشر ورقات يجوا ورا بعض بترتيب. طب انت اللي ربنا خلق لك في كبدك. ميتان مليار خلية كل خلية في مكانها. احتمال اللي ميتان خلية. ميتان مليار دول يترتبوا جنب بعض صدفة. احتمال قد ايه? جسمك في الف مليار خلية مترتبة. احتمال ان صدفة دي قد ايه? ازا كان عشر ورقات يترتبوا صدفة واحد في العشرة مليار. في جل خلية في جسمك مليون جزء مترتبين. صدفة دي قد ايه? جسم جلدك في خمستعشر مليون جهاز تكيف ربان يخد عرقية. صدفة دي تترتب في ايه? صدفة دي. هرمون الانسولين الجزء الواحد واحد وخمسين حمد اميني. لو واحد منهم مترتب غلط خلاص البني ادم ده ما عادش عنده انسولين ولا بنكرياس اصلا. صدفة دي عشان جزء واحد يتركب ايه? افلا يعقلون. افلا يعقلون. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله. عشان كده ربنا بيقول لهم ايه? قل اناكم لا تكفرون? انت عارف لما كانوا بيقولوا اانك لانت يوسف واقفين فاتحين بقهم كده بجواو. مش ممكن? انت الطفل اللي رمناه من اربعين سنة في الجوب. وقلنا ميت ميت. انت اللي واقعت على عرش مصر الوقت دي? اانك لانت يوسف فربنا بيقول لهم قل اانكم لا تكفرون فعلا ده موجود فعلا انسان بعد كل الايات دي كافر اانكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومي العلماء بيقول لك اليومين دول الفين مليون سنة اتنين مليار سنة. يعني لو مش انا على القول القلمي. يعني ممكن اليوم بمليار سنة عند ربنا. بمين بيكلم على مين? مين بيتحدى مين? مين بيتمرض على مين? حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. فعلا اخواني المستكبر ده لا يدخل الجنة. من كان في قلبه مثقاء على ثرة من كبر. اسم الله المتكبر. عشان البناء يفتكر هو مين? ومين هو ربنا? ما ينساش نفسه. لان نسيان النفس ده اسوأ عقوبة. اسوأ عقوبة. مرة كنا بنكل مع بعض كده في مكان من الاماكن. فكان في علبة تشطش دي داوي. وواحد دخل في المكان ده وعرفها. فواحد مننا سخن وعايز يحط ايه? شطة وياكل كتير. فاللي مجرب قال له يا عمي دي مولع دي هتولعك. دي مش هتستحملها. قال له لا ده انا وحش. قال له وحش طب ادخل يا وحش. مش انت وحش. شوف بقى الوحش هيعمل ايه? لما يبدأ لما فالبني ادم بيقولك انا وحش طب ادخل يا وحش بقى. ادخل لما تعرف انت جاهل قد ايه? لما قلبك يتحرق بعجزك وانت تايف الحياة من غير ربنا هتعرف انت ايه? اكبر عقوبة فانساهم انفسهم. ان الانسان ينسى هو فقير قد ايه? هو عاجز قد ايه? هو جاهل قد ايه? لانه نسى الله نسى من هو ربنا. عشان كده يا جماعة اللي مستكبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم ايذن يا ودوا الذين كفروا ايه? ها? وعزوا الرسول لو تسوا بهم الارض. شفت قبل كده عربية مقترتين دايسة على طفل. مسوياء بالاسفلت. شفتها نفسه ترى اللي تجي تسويه بالارض. من ندمه على التكبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي اصبح كثير من المجتمع بيصخر منها. ويسمع السخرية منها من السفهاء. على الاعلام ولا يرد. المستكبر. المستكبر على الالتزام. والمستكبر على شريعة ربنا. سبحانه. المعرض عن الله. ما ربنا لما قالكم لانكم لتكفرون بالذي خلق الارض. بعدها اهل ايه? فاين اعراضه? انت موضوع دا يعني متهزدت يعني? فكل انظرتكم صاحقة. خلاص هتشوف المتكبر بقى. هتشوف التكبر بتاع ربنا. في تضييق الارزاق. في انتشار العنوسة والبطالة. في نسبة الفشل الكلة واللي بقت اعلى نسبة في العالم. في بلدنا. في نسبة السرطان اللي بقى لا يملك انسان. في نسبة الامراض والاوباء اللي جاية وراء بعضها. في تضييق المعيشة. في الاكتئاب والتوتر النفس اللي باقي ملي. سبعين في المية من الناس. على الاقل. ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هتكبر على الملك سبحانه وتعالى. اللي بيتكبر على الالتزام. الانسان اللي مش عايز يلتزم. اللي عايز يعيش حياته زي ما هو عايز. كانت النتيجة ايه? وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها. كل امة تدعى الى كتابها. يعني احنا يوم الايامة يا اهل القرآن تعالوا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ازا يا رب هذا كتابنا. كتاب الاعمال هو. وكتاب القرآن هو. هيتصحح النهاردة صحفتك على المصحف. هيتصحح النهاردة اعمالك على القرآن. ساعتها ترى كل امة جاثية. ساعتها الكل هيبرك على رجليه. كل اللي تكبروا في الدنيا على الالتسام. وتكبروا في الدنيا. اسم الله المتكبر بيقولك الكسر. عشان ربنا ما يعملكش معاملة تكسرك. اسم الله المتكبر بيقول اللي مش هيكسر لربنا هو حر. ما يزعلش لما اللي بتلقى تكسره. لانه مرضاش يكسر لربنا سبحانه وتعالى. ثالثا وربك فكبر. وربك فكبر. انك انت تعرف. اللي تكبروا على ربنا خدوا يا جماعة. اللي تكبروا على ربنا كان في حاكم برازيل اسمه نيفس. نيفس ده دخل الانتخابات الرئاسية. قالنا وكان في خصومات يعني معه. قالنا لو خدت نص مليون صوت ولا ربنا نفسه هيقدر يشيلني من على كرسي الحكم. خد نص مليون صوت ومت قبل ما يقعد عليه ولا يوم واحد. كان في مطرب زمان علامي كده اسمه كازوزة. ها المطرب ده كان في حفلة كده وعايز يعمل نفسه يترسم قدام الناس ام سحب نفس سجارة وانباصس للسماء وقام نفخ الفوق. وقال له دي ليك يا رب. فكان من اول من ابتلاهم الله بالاتز فحطمه تحطيما. ملكة المالين من روه قبل ما تموت باسبوع واحد دخل واحد واعز ليها في المكان اللي هي فيه. وقال لها انا ربنا بعيتني ليكي عشان يذكرها. قالت له ربنا انا مش محتاجة في حاجة. فما مر اسبوع الله. وكانت منتحرة بتقول انا اتعس امرأة في العالم. ولا ياذب الله. سفينة الفضائية المتحدي. وكان الواحد ايام طفل صغير ايام تشالينجر. وجننون ابتشالينجر. كل ما تفتح نشرة الاخبار. باقي على تشالينجر خمستاشر يوم وتنطلق. باقي اربعتاشر يوم. باقي لحد كان الاعلام يا جماعة يعني اللي كان في هذا السن يدرك. الاعلام جنن الناس بتشالينجر. الست رواد العظماء اللي هيطلعوا في تشالينجر. لدرجة ان انا فاكر يوميها من كتر الشحن والتعبية الاعلامية. نمتي يوميها. وصحت من النوم بفتح التلفزيون بسرعة. النهار ده يوم انطلقت شالينجر. انا عايز اعرفت شالينجر ده تطلع تعمل ايه? لقيت من في الاخبار جايبين صورة صاروخ طلعت تسع وعشرين ثانية وامه ولع نار وامه واقع الرفات بتاعته في المحيط. واعدوا يلموا في الرفات بتاعته من المحيط. على مين? وتشالينجر لمين? تلاقي اعظم اطباء في علاج اي مرض يموتوا دايما بالمرض ده او كثير منهم يموت بالمرض ده بدون ذكرى امثلة. يموت بالمرض ده. ربنا لما انتعم من النمرود خدوا هو في قميته وخدوا بزبابة. ربنا لما انتعم من قرون خسف به وهو في قمة غناه. ربنا لما انتعم من فرقون انتعم منه وهو وسط الجيش بتاعه كله. بكل الرتب بتاعته. بكل السيوف والنصور بتاعته. ربنا قدام عينيهم خلاه طعم لسمك البحر الاحمر. وقدام عينيه خلاهم طعم لسمك البحر الاحمر. حدش يتكبر على ربنا. محدش ينسى مين هو ربنا سبحانه تعالى. وربك فكبر. الملحدين لما تكبروا على ربنا ربنا اطى مستهم في الاتحاد السوفيتي. اليقود قالوا خط برليف قم بلنا ويا بس اللي تعرف تشيله. ربنا هدوا بالمية. ربنا هدوا بخراطيم الماء. وربك فكبر. وربك فكبر. لما قوم نوح تكبروا. الذين تمردوا على الله. الذين تمردوا على رب السماء والارض. لما قوم نوح تكبروا. وتمردوا. وتكبروا. سينا نوعا رب اني مغلوب. مش عارف اعمل لهم حاجة رب. الاعلام بتاعهم بيصرفوا عليهم اليرات. جننوا الناس. خدروا عقول الناس. رب اني مغلوب. هم اقوى في كل حاجة رب. رب اني مغلوب فانتظر. اسمع المتكبر عمل ايه في اللي تكبروا على شرع الله. وتكبروا على اولياء الله. وتكبروا على سنة رسول الله. ففتحنا. ربنا. ربنا اللي فتح ففتحنا. مش ففتحت ففتحنا. ابواب السماء بماء منهمر. يقول لك همرت الخيول الارض. دقت الارض وعلمت فيها برجليها. يعني المطر نازل سواريخ. المطر نازل وابل من الرصاص. وزي يقول لك انهمر الرصاص بماء منهمر. وفجرنا الارض عيونه. تفجيرات. لما يبقى واحد قاعد. وفاجأة يلاقي تفجيرات بس مش قنابل. ده الارض بتنفاجر بالمية. المية خرجة غطبانة على البناء ادمين. نازل طلع من تحت الارض زي القنابل. والمية نزلة زي وابل الرصاص من فوق. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الارض عيونه. فالتقى الماء على امر قد قدر. وحملناه على ذات الواح ودسر. الله اكبر. الذين يتكبرون على الدعاة الى الله. الذين يتجرعون على العاملين لدين الله. ده سيدنا محمد بيقول لابو بكر لان كنت اغضبتهم. لقد اغضبت الله. وفي اللغة الغضب هو ما قبل الانتقام. الغضب هو ما قبل الانتقام. وربك فكبر ان الانسان يعرف مين هو ربنا. ان الانسان يعرف اللي بيتجبر على ربنا ربنا بيعمل في ايه? وان الانسان يعرف اللي بيتكسر لربنا. ربنا بيدي له ايه? شوفوا يا اخواني. ربنا بيقول هل قتى على الانسان حينه من الدهل لم يكن ايه? لم يكن شاية. ربنا المتكبر بيقول لي البني ادم ده انت ما كنتش حاجة اصلا. لم يكن شاية مذكورة. ده انت ما كنتش ايه? انت نزيت. كنتش حاجة. ها? طب في نفس الصورة صورة الانسان اللي اتكسروا ربنا يقول لك ولقاهم نظرة وسرورة الملائكة مستنياهم وفرحانين وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة حرير في حرير اه متكئين فيها على الارائك زي كشة الفرح كده وكل الدنيا بتزفهم لا يرون فيها شمسا ولا زماريرة ودانية عليهم ظلالوها اغصان الاشجار خدمين عندهم اغصان الاشجار جاية لحد عندهم تأكلهم يطافوا عليهم اه بانية من فضة الملائكة بتخدمهم يسقون فيها كأسا زوجته والحر العين بتخدمهم يطفوا عليهم ولدان مخلد ايه ده ايه ده لم يكن شيئة اللي ما كانش حاجة اللي ما كانش شيء لما كسر لربنا بقى الكل في الكل لما كسر لربنا بقى كل شيء في الحياة خدمين عنده بقى هو الكل في الكل واللي تجبر على ربنا وتمرد على ربنا سبحانه وتعالى ربنا كسره المتكبر كسره يبقى اخواني في الله اخر ما نختم به في الخطبة الاولى الجبار المتكبر العنصر الرابع الجبار المتكبر المرة المرة الوحيدة اللي جي فيها اسم المتكبر في القرآن من العجائب ان الاسم اللي جيه هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الاه الجبار المتكبر من عجائب القرآن وعجائب الاسمان الحسنة ان ربنا جاب اسم الجبار جب اسم المتكبر اللي اتنين عكس بعض ازاي الجبار جابر الكسر اللي لما تتكسر هو يكبرك. والمتكبر اللي بيكسر اللي بيتكبر عليه. لما يقول له انت انسيت نفسك. انت انسيت انت مين وانا مين? فالاسمين كأن اللي هينكسر لربنا ربنا هيكبر كسره. واللي هيتكبر على ربنا ربنا هيقطه مصده. ربنا هيكسره مهما كان. وتلاقي اخر اسم في الاية هو اسم المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن. المهيم العزيز الجباق المتكبر. كأن المعنى اخر الدواء الكيس. لو الانسان ما عزمش الملك لو الانسان ما خافش العزيز. لو الانسان ما طلبش السلام من السلام. لو الانسان ما خضعش للمهيم. خلاص. معدش في علاج للبني ادم ده غير المتكبر بقى. ما حدش فيه علاج للبني ادم ده. ايه الدكتور يجي له المريض طب ادوله ادوية طب ادوله حقنة طب طب علقوله محلول طب اعملوله مساج على قلب. في الاخر ما فيش حاجة بتستجيب اعمل له صدمات كهربائية بقى خلاص. اخر الدواء. فاخر العلاج المتكبر او عتعرض نفسك. ليه اسم الله المتكبر في هذه الايام التي كلما زاد البلاء فيها علينا. زاد الناس في معصية الله. وكلما ضيقة في تحصيل الارزاق زاد سعي الناس على المال الحرام. ربنا لما بيرسلنا الرسائل يا جماعة بيرسلنا الرسائل عشان عشان نفوق فلولا ازجاءهم بأسنا تدرعوا. ربنا جاب اسم الله المتكبر في صورة الحشر بعد الذين نسوا الله فانسهم انفسهم. بعد ما الناس نست مين هم ومين هو ربنا? مين الفقير ومين الغني? لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة. ربنا بيقول للناس ده لو جبل كان لان. ده لو جبل كان الكسر لربنا من جلال ربنا. لو جبل تلاقي الواحد الوقت يتفرج على فيلم رومانسي البطل يموت في الاخر يقعد يعيض شهر وهو بقاله سنة ما يعرفش منظر الجامع ساعة صلاة الفجر ومش همه تلاقي الشاب يخطب فتاة يحصل بينه وبينها تطش تطش تلاقي جاله اكتهاب وحزين وما يعرفش ينمغل لما ياخد مهدئ وهو ممكن عينيه ديت وممكن بقاله سنة ما ركعش الربنا ركعة بقاله سنة ما صلاش الصبح غير بعد ما الشمس طلعت فيما اعتبره العلماء كبيرة من الكبائر ويقول لك اعمل ايه اعمل ايه لو انزلنا هذا القرآن على جبل ده لو جبل كلان ده لو جبل قدام الايات دي كلها كلان اخواني واحبابي في الله مرة اخرى التكبر في البشر صفة زميمة جدا لما واحد عنده فلوس ولا مركز يقول للغلبان انت نسيت نفسك انت عارف انت بتكلم مين انت نسيت انت مين وانا مين اعتبر الصفة زميمة لان اللي بيقول الكلام ده متكبر فعلا لان ده عبد وده عبد وهم اللي اتنين هيبقى اخرهم جيفة قذرة انما ربنا سبحانه وتعالى العظيم احيانا بيقول للعبد اوعى تنسى نفسك لما العبد بانسى نفسه اوعى تنسى انت مين وانا مين وانا هتعرض نفسك انك تتعامل باسم الله المتكبر اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادة الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله الخير في يديك والشر ليس اليك انا بك وليك تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك اما بعد اخواني واحبابي في الله معرفة الله هو اعظم علم على الاطلاق في الحياة علوم الانبياء كانت علم النص اللي ربنا انزلوه وعلم الاسماء الحسنى عايزين اتعرف على ربنا عايزين اتعرف على مالك الملك سبحانه وتعالى لان عدم معرفة اسماء الله الحسنى بتخل ده عارف ده بيحصل معه ليه? طب حصل مع الناس في الموقف الفلاني ليه كده? طب ربنا عمل ده معاملة غير ده ليه? طب ربنا فتح على ده وده ضيق عليه ليه? طب ده شوفي وده مرد ليه? طب ده رفع وده خفض ليه? ليه? اللي بيعرف اسماء الله الحسنة هيعرف ربنا بيعامل البشر زي? والنبي صلى الله عليه وسلم قال انت كما اثنيت على نفسك عشان كده? كل ما يبقى في علاقة بيننا وبين كتاب الله كل ما يبقى في علاقة بيننا وبين القرآن كل ما هنعرف ربنا لان النبي قال انت كما اثنيت على نفسك الله اثنى على نفسه في القرآن فلا احد يمكن ان يعرفك بالله مثل القرآن مين يا اخوانا النهاردة قرأ صورة الكهف? مين يا جماعة النهاردة قرأ صورة الكهف? الصورة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم ان تقرأ ان تقرأ كل يوم جمعة من قرأ صورة الكهف وتضلع من الانوار بتاعتها. مين يا جماعة محافظ على صلطه بكتاب الله? مين محافظ على صلطه بدعاء الله? مين منا? هيختنم النهاردة الساعة الاخيرة من يوم الجمعة. الساعة الاخيرة وهي ساعة الاجابة. الساعة اللي قبل المغرب. مين فينا هيرفع ايده? للملك شيك ممضي على بياض نازل عليك من السماء. مش شيك ممضي على بياض مليار درد دهولك. وقال لك اكتب في المبلغ اللي انت عايزه. شيك ممضي على بياض نازلك من فوق سبع سموات. في الساعة الاخيرة من يوم الجمعة. اطلب ما تشاء. اطلب ما تريد. سأل الله ما تحتاجه. شوف اكبر مشكلة عندك. شوف اكبر حاجتين او قضيتين في حياتك. شوف اكبر تلت طلبات. حياتك مشاكل من غيرهم. وتضرع الى الله في الساعة الاخيرة من يوم الجمعة. وتضرع الى الله في الثلث الاخير من الليل. عايزين نعمل ربنا صح بقى جماعة. عايزين نعمل ربنا صح. ربنا مش متكبر بس. ربنا رحيم. ربنا ودوت. ربنا غاني. ربنا خزين وفيها كل شيء. ربنا المليارات اللي اداها الاغنمية راجل في العالم كلها نزلة من الخزاين. اطعم المجوهرات اللي لابسها نساء العالم كلها نزلة من الخزاين. كل الفواكه والزروع اللي طالع من الارض والنور اللي نزل من الشمس من السماء كله طالع من الخزاين. كل الشكات وعرصدة البنوك. كل الاموال اللي في البرصة. كل الدهب وسبايك الدهب اللي عند الجواهرجية واللي عند البنوك العالمية كل العرصدة اللي في خزاين البنك المركزي وكل البنوك المركزية في العالم. كلها من خزين الله. ربنا لما شاء ادى لده مليارات وادى لده ملايين وادى ربنا ما ادكش ليه? اقبل على الله. اقبل على الله الغني. الناس بتحب الاغنياء وتقرب منهم. طب الغني المطلق سبحانه وتعالى في غناء بيعرض عليك انه يصحبك في حياتك. انت تطول تطول ان واحد غني من اغنياء الدنيا. يمشي معك في حياتك كلها. ويصد عنك كل فقط. طب ربنا الغني بيعرض عليك انت ان يصحبك. وانت صحبة. عايزين نعرف يا جماعة. عايزين نعرف مين ربنا الاكرم. مين الاكرم انت وانت في بطن. الام لما كنت لسه جانين. جسمك ده بيتكون من مية وعشرين الف صفة. كل يوم كنت بتاخد حوالي خمسمية نعمة من نعم ربنا في جسمك. عشان تضرب الخمسمية في عدد الايام. يطلع شهور الحملة في الاخر. ربنا اغرقك كرم. ربنا اداك وغمرك وغرقك. نعمة واحدة من اللي ربنا اديه لك في الرحم. لو نزلت من بطن الام من اقصها. ملايين الدنيا كلها متعوضهاش. مليارات الدنيا كلها متجيبهاش. ربنا ادىك. ربنا اديك من كل ما سألته. ربنا اكرامك. ما انت اشتمعان في كرم ربنا لايه. ما انت اشتمعان في رحمة ربنا ليه? ما انت اجتمعان فيه فيه غنى ربنا سبحانه وتعالى ليه? ما انت اجتمعان ان القوي قويك والغني يغنيك ربنا سبحانه وتعالى بيعرض علينا يا جماعة ان نتخذ الله صاحبة انه يبقى صاحبنا في الحياة. ربنا بيعرض علينا هذا. ولكن عشان ربنا يصحبك لازم انت تصحبه. لازم تبقى متصل بكتاب الله باستمرار. لازم تبقى متصل بعبادة الله باستمرار. عايزين نخرج من خطبة النهاردة واحنا مكسورين لربنا. واحنا فاهمين ان اسم الله المتكبر معناه انك اتكسر له. عارف اللي مسك على واحد زلة. اتكسر له. اتكسر له لما تسمع عمري من اوامره. عيش في الدنيا مكسور لربنا. وشوف ربنا هيرفعك اديه. وشوف ربنا هيعزك اديه. وشوف ربنا هيكرمك اديه. نسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا اسمائك الحسنة. اللهم فقهنا في اسمائك الحسنة. اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك. اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك. اللهم علمنا القرآن. اللهم فهمنا القرآن. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم اقمنا على مرادك منا. اللهم انر قلوبنا. اصلح قلوبنا. اضع قلوبنا. يا رب. اللهم قو في رضاك عزمنا. يا رب. لا نهلك وانت رجاءنا ولا نضيع وانت مولانا ولا نضل وانت حدينا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله في كل كرب حسبنا الله في كل امر حسبنا الله في كل مرض حسبنا الله في كل حاجة حسبنا الله في كل وقت حسبنا الله في كل حال يا رب يا عظيم السماوات والارض يا مالك الملك يا خير المنزلين يا خير الرازقين يا خير الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اهد اهل مصر اللهم انزل هدايتك على اهل مصر اللهم الف بين قلوبهم على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم اعز مصر بالاسلام واعز الاسلام بمصر يا رب العالمين اللهم اعز مصر بالاسلام واعز الاسلام بمصر يا رب العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تستبدلنا اللهم لا تتولى عنه يا رب نظرة رضا يا رب نظرة رحمة يا رب فان عبادك يا ربنا فان عبادك وليس لنا سواك يا الله اللهم اشفي امراضنا اللهم اشفي امراضنا اللهم اشفي امراضنا وامراض المسلمين اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم املأ ابداننا بالعافية وابدان المسلمين اللهم يا ربنا ادى عنا الديون وعن المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين واهد غير المسلمين يا رب العالمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب ليك